السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع في سلسلة سيار الشخصيات سلسلة نتكلم فيها عن شخصية من الممالك الثلاث وشخصيتنا اليوم راح يكون جنرال والمميز شورا قبل لا نبدأ لا تنسوا أخواننا في فلسطين والسودان واليمن من صالح دعواتكم وعلى بركة الله نبدأ شوران اسمه الحركي ييفينغ وهو ابن أخت جنرال والمخضرم شو تشي وابنه بالتبني بسبن الأخير ليس له ابنه درس شوران مع سونشوان وأصبحه أصدقاء ومع تولي سونشوان الحكم عام 200 عين شوران قائد على يوياو وكان وقتها بعمر التاسعة عشر لاحقا نقل ليكون ضابط على شانيين برتبة العقيد محطم الهجمات وكان والي على خمس بلدات سونشوان كان معجب فيه لذلك عندما قسم مقاطعة دان يانج أنشأ مقاطعة لينشوان وجعل شوران مديرا عليها مع الفي جندي تحت قيادة قمع شوران لصوص في المنطقة وسحقها متبا من خلال الفترة تتراوح بين عشرة أيام إلى شهر بالكثير وعندما خرجت ساو تساو ليهجم على مينا روشو بنى شوران سورا كبيرا وثلاثة معسكرات ببوابات في عام 2019 شارك بمهاجمة جنرال شو جوانيو وقاد كتيب مستقلة مع الجنرال بانشانج ووصل إلى لينجو وقبض على جوانيو فتم ترقيته إلى الجنرال مظهر القوة وحصل على إقطاعية مركيز قرية الشيئان قبل وفاة الجنرال بقوة النمر لومينج أوصى بتعيين شوران قائدا بعده قائلا لدى شوران شجاعة وافرة وإخلاص أنا أؤمن أنه من الممكن الاعتماد عليه فتم ذلك وتم تعيين شوران مسؤولا دفاع عن جانج لينج وعطيه صولجان السلطة لتحكم بالجيش وفي عام 222 قاد اليوبي جنوده للهجوم على ييدو وبالمقابل قاد شوران خمس ألاف جندي لينضم إلى لوتشون لتصدي إلى اليوبي وهناك قاد شوران كتيب مستقلة وهجم على طليعة اليوبي واسحقها تماما وعزل مؤخرة جيش اليوبي وبذلك هزم اليوبي هزيمة ساحقة واضطر إلى الهرب تمت مكافأة شوران برتب الجنرال غازي الشمال وإقطاعية ماركيز يونغ آن وفي نوفمبر من نفس العام أي في عام 222 الميلاد أرسلت وي كل من تساوجين والشاهو شانج وشانجهي وغيرهم لمهاجمة جانج لينج وتبعهم الامبراطور تساوبي شخصيا إلى وان لتقديم الدعم الاحتياطي وتم فرض حصار على المدينة بالمقابل أرسل سونتشوان جنراله سونتشينغ مع 10 ألف جندي إلى جزيرة صغيرة ليبني سوران ويساعد شوران من الخارج لكن الجنرال شانجهي هاجم شوشينغ وهزمه مما أدى للانسحاب الأخير فاحتل شانجهي الجزيرة وعزل شوران وحامية المدينة تماما عن العالم الخارجي فأرسل سونتشوان مرة أخرى تعزيزات بقيادة كل من بانشانغ ويانكسان وغيرهم لكنهم فشلوا في فك الحصارة في نفس الوقت انتشر الوباء في صفوف جيش شوران الذي تبقى معه في النهاية 5000 جندي فقط وحفرت ساوجين الخنادق وبنو الأبراج وأمطر المدينة بالسهام دب الرعب بين جنود شوران لكن حافظ على هدوءه وشجع أتباعه وانتظر الفرصة المناسبة ليستغلها للهجوم وتدمير معسكرين من معسكرات العدو استمر الحصار لستة أشهر دون انسحاب العدو لذلك قام شرطي من المدينة اسمه ياوتاي بمحاولة فتح البوابة الشمالية بسبب ترد الأوضاع ونقص المؤن ولكن كشفه شوران وأعدم وبسبب عدم تحقيقه من الانتصار انسحبت قوات وي وأنه الحصار وبهذه الطريقة اسم شوران هز الممالك الثلاث وتغيرت إقطاعيته ليصبح مركيز دان يانج في عام 222 وفي عام 227 قد سنشوان قواته شخصيا إلى شي يانج وأثناء عودتهم انفصل بانشانج في مؤخرة الجيش وفي الليل كانت هناك فوضى وطاردهم العدو وهاجم بانشانج الذي لم يتمكن من صدهم وبسرعة تحرك شوران ليقاوم العدو وأرسل السفن وبقي هو إلى أن ابتعدت السفن ثم أبحره بنفسه أما في عام 229 حصل على رتبة جنرال الخيالة والعربات وحمي ميمنة الجيش ومحافظ إقليم يان ولكن بعد ذلك بفترة قصيرة ترك منصبه لأن أقليم يان كان في نطاق شو وفق التقسيم المتفق عليها بين المملكتين في حال إسقاط مملكة وي وفي عام 234 حشد سونتشوان وشو عدد هائل من الجنود في نفس الوقت وخرج سونتشوان شخصيا ليهاجم شينتشينج وحصل كل من شوران وشوانسونج على فأس السلطة لقيادة كل من الميمنة والميسرة ولكن في نفس الوقت انتشر الوباء في صفوف الجيش فانسحبوا قبل أن يبدأ الهجوم في عام 243 هاجم شوران منطقة شو تشونج وقاد جنرال أيوي بو تشونج وهو تشي بضعة ألاف رجل لكل منهما وسيطر بو تشونج على الممرات الاستراتيجية الوعرة مخططا لقطع طريق انسحاب شوران بينما سانده وهو تشي في نفس الوقت كان جنود شوران والضباط منتشرين في كل الاتجاهات وعندما سمع الشوران بوصول العدو لم يقم باستدعائهم فقط قام القيادة 800 رجل من حرسه الشخصي ولم يتمكن بو تشونج من الانتصار عندما قاتل وهرب هو تشي والآخرون في عام 246 هاجم شو تشونج مرة أخرى فخرج جنرال وي لي شينك والآخرون بقيادة 6000 جندي من المشاوى الخيالة عندما سمعوا بتغلغ الشوران داخل أراضيهم بعمق وأرادوا قطع طريق عودته لكن بالمقابل هاجمهم الشوران بالليل وانتصر وتمكن من الانسحاب قبل الهجوم على شو تشونج خطط ضل خائن ماماو للخيانة وانفضح مخططه وعقب بالإعدام فكرهه سونجوان بشدة وعندما أراد الشوران الخروج لغاراته كتب مذكرة إلى سونجوان تقول الصعلوك ماماو تجرع على خيانة فضلك وكرمك معه أنا خادمك يا مولاي سوف أتبع سلطتك وسأنتصر وأصبو إلى أن يهز نصري القريب والبعيد وأسد نهر الجانج بسفني لأخلق مشهدا رائعا وأفرغ غضبك أتمنى أن تذكر مع عليكم كلماتي عندما تصلكم أخبار نصري لكن سونجوان لم يقرأ المذكرة للعلن فعندما وصل خبر انتصار شوران أرسل كل وزراء تهانيهم حينها جهز سونجوان وليمة ونشر مذكرة شوران قائلا هذه مذكرته السابقة كنت أعتقد أنها سيكون من الصعب عليه تحقيق مناله ولكن الآن فعلا آنت الأمور لما قاله يمكن القول أنه فعلا يفهم الأمور فأرسل مبعوث لترقية شوران ليصبح المشير وسيد الجيش الأيمن بعدها بقي الشوران طريح الفراش لمدة عامين وبعدها أصبح مرضه خطيرا لذلك قل أكل سونجوان للطعام في النهار وندر نموه في الليل وكان يرسل المبعوثين ليقدموا الدواء والطعام لشوران وخرج ينتظرهم في الطرقات ليسمع منهم الأخبار وكلما رسل شوران مبعوثا يشرح حالته المرضية كان سونجوان على الفور يستدعي المبعوث ليجلس معه شخصيا ويسأله الأسئلة عن حالة شوران ويرجعه إلى شوران محملا بالهدايا من الثياب والحرير والطعام والشراب كان شوران أكثر شخص قلق سونجوان عليه عند مرضه بعد اليومينغ ولينكتونغ وفي عام 249 الميلاد توفي الجنرال شوران بالسنة الثامنة والستين ارتدى سونجوان الثياب البيضاء للعزا ورثاه بشدة وخلفه ابنه شوتي ذكر أن شوران لم يبلغ طوله المئة وستين سنتيمتر ولكن كان واضحا وصريحا مع الناس ومخلصا ونقيا وكرس كرمه ومواهبه للأمور العسكرية فقط ولم يكن ملما فيما دون ذلك وكان محترما طوال اليوم ودائما يشارك في المعارك وواجه المخاطر بشجاعة وعزيمة كان متميزا عن غيره من الرجال حتى أن لم يكن هناك حرب كان يقرع الطبول بحزم ويدرب الجنود ولذلك كان يحير أعداءه فجعلهم لا يعرفون كيف يتجهزون ولذلك حقق إنجازات أينما ذهب لعل أبرز اختلاف في سيرة شوران عن الرواية هو أن في الرواية يتم قتل شوران على يد شاويون في معركة ييلينغ ولكن في التاريخ كما ذكرت وفي سنة 249 أي بعد 27 عاما معركة ييلينغ بسبب المرض وفي النهاية شاركونا رأيكم عن الجنرال شوران وهل شوفوا الجنرال مظلوم في مجتمع الممالك الثلاث وإذا تحبوا تشوفوا شخصيات أخرى في هذه السلسلة أعطونا اسم الشخصية ولا تنسوا اقتراحاتكم في التعليقات ولا تنسوا أيضا متابعتنا في تويتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر